يعني يتحدث أن لا يجب أن يكون هناك صحق للدعم السريع وهم لن يسمحوا بذلك دعني أتحدث من عدد زوايا زاوية الأولى كان يمكن أن يكون كلامه هذا كله مقبولا إذا لم يرتكب الدعم السريع كل هذه الجرائم بعد ارتكاب الدعم السريع للجرائم لا يمكن أن تصفه بهذه الأوصاف فئة عسكرية صحيح كل الأوصاف التي ذكرتها ذكرها محمد الفكيس الأمام موجودة في هذا الدعم السريع ولكنه وظف هذه القوة وظف أموال الدراء من المواطنين وظف التدريب وظف العربات الكثيرة وظف عدد الجنود الكثير كله وظفه في ارتكاب الجرائم إذن الحال هنا اختلف بعد أن مارس كل هذه الجرائم لا يمكن أن تتحدث من زاوية التي تحدث منها محمد الفكيس سليمان ويصمت عن الجرائم إذن السؤال الذي يعني يتبادر إلى الأهان لماذا يصمت محمد الفكيس سليمان عن إدانة الجرائم التي ارتكبها الدعم السريع لماذا يريد بيعني هذه الزاوية التي أراد أن ينظر منها يريد أن ينفق في الروح من جديد يريد أن يروج للدعم السريع ويسوق له من جديد في وسط من؟ في وسط الجمهور الذي الآن يعاني الأمرين يعاني الجرائم من الدعم السريع بالله أنا يعني هذا الكلام لمحمد الفكيس سليمان المعلومات الصحيحة التي أنت ذكرتها كيف وقعها على إمرأة تم اقتصابها بوسط الدعم السريع كيف وقع هذه المعلومات التي ذكرتها يا محمد الفكيس سليمان على ملايين المواطنين الذين نزحوا وأجبروا على إخلابيوتهم قسريا وصارت حياتهم نازحين حياة النزوح بالملايين بواسطة هذه القوة التي أنت الآن تتغزل فيها وتذكر قواها هل الدعم السريع يعني كأمر واقع هل الدعم السريع الآن كأمر واقع ينفذ في الشعب السوداني كل هذه الجرائم ثم يقبل به الشعب السوداني؟ هل الشعب السوداني بهذه الدرجة من الذل ومن المهانة؟ لكن الحقيقة الأخرى أن الدعم السريع لم يعد بهذا الوصف هذا وصف تاريخي هذا الوصف كان قبل 15 أبريل قبل اندلاع الحرب أما بعد اندلاع الحرب فإن كل الذي ذكره محمد سليمان كان صحيحا قبلها ولكن من بعدها 90% من المعلومات التي ذكرها محمد سليمان تم قصمها وتم مسحها وكسحها وكسرها من على الأرض لا توجد هذه المعلومات التي ذكرها كانت توجد قبل 45 إذن محمد الفكس سليمان هو ليس نائم في ما قبل 15 لكنه يريد أن يحلم وهو يقع يريد أن يحلم بهذه القوة لماذا؟ كي يتقوى بها سياسيا ترجمة نانسي قنقر